موسيقى شعور طارق في فرق بين الصفات والشعور الصفات بتبقى لسيكة بالشخصية ده بخيل ده كريم ده طيب ده شرير إنما الشعور أنا حاسس أني فرحان أنا حاسس أني زعلين أنا حاسس بانتصار حاسس بهزيمة حاسس بوحدة الوحدة شعور شعور مؤقت مراحل مرحلة في حياتك بتبقى وحيد ومرحلة بيبقى معك أنيس مرحلة بتفقد الأنيس دوت لسبب ما في الآخر هي شعور وشعور مؤقت طيب فيه علامات معينة للوحدة يعني غير إن أنا قاعد كده الوحدة على جنب قاعد على الكنبة الحاجات دي فيه علامات معينة تقدر يتعرفي منها إن أنا عندي مشكلة عندي مرض الوحدة يعني هي الوحدة لها علامات وعلامات جسدية وعلامات حسية الوحدة اللي الناس مش واخد بالها منها إن هي لها علامات بتأثر على الصحة فيسيولوجية يعني الوحدة بتقدي لصدع بتقدي لتعب وإرهاق عام ألم متفرقة دي لما بتشتد الوحدة وخصوصا في كبار السن في المسنين فيه بقى مقولة بتقول لما يبقى عندك حاجة تفرح ومش تلاقي حد تقوله له تعرف انك وحيد ففعلا انت دي أكبر علامة ففعلا لو عندك سر ومش تلاقي صديق تقوله له تعرف انك وحيد لو عندك حاجة مؤسفة وخايف تقولها للي حواليك علشان اللوم علشان الشماتة تعرف ان انت وحيد فالوحدة أعراض وحدتها ان انت يعني الأعراض بتاعتها ان انت هتلاقي مفيش حد حواليك ألم متفرقة في الجسم إهمال زيادة في الوزن الشهية الشهية ممكن تنعدم وممكن تبقى بتاكل بشراها علشان تعوض الإحساس اللي انت حسه إهمال في مظهرك إهمال عين مفيش حد معي يعني احنا قابنا اهتم عشان نفسينا لكن في الجانب الأخبر برضو علشان الناس علشان اللي حوالينا إهمال المظهر كل الحاجات دي لما تجتمع كسل دائم عدم رغبة في الحياة كل الحاجات دي لما تلاقيها كده اجتمعت مع بعضها تعرف ان انت مفيش حد حواليك بيدعمك بتحكيله بتسمع منه مفيش أنيس طيب فيه ممكن الأعراض دي بتبقى العكس بتاعها يعني عندي مثلا قابلين انا اشتري حاجات كتيرة جدا باكل أكل كتير قوي ببنزل على طول في الشارع قاعد مع ناس كتير ممكن برضو بكل ده وفي نفس الوقت عندي وحدة التسوق برضو التسوق والشوبينج الزيادة عن اللزوم تلاقي نفسك بتشتري حاجات مش محتاجاها بتشتريها علشان تفرحي بتشتريها كهدايا لنفسك لعدم موجود حد حواليك اكتئاب مستمر فقد ثقة في اللي حواليك فكل دي من أعراض الوحدة برضو طب لو حد حواليه ناس كتيرة قوي برضو عنده نفس الشعور يعني على طول متواجد في وسط ناس عنده أصحاب كتير بس برضو عنده شعور بالوحدة ومجدريان هي دي بتصنف على أنها وحدة فعلا ولا بوادر الاجتماع حد حواليه ناس بس حاسس بوحدة هي دي مش وحدة هي دي غربة حاسس أنه غريب مع اللي حواليه عنده قيم ومبادئ اللي حواليه مش عارفين يفهموها أو العكس يعني ربما يكون العيب معاك وربما يكون العيب في المجتمع المحيط بيك أنت في ناس أنت شايف نفسك مش شبههم مش منهم مش حاسسهم حاسس أن ده مش مكانك أن أنت مكانك في حتة تانية ده سبب وإيه اختلاف بينك وبينهم وعدم تقبلك وعدم تقبلك للآخر ومن هنا بنقول أن تقبل الآخر أهم سمة من سمات أن أنت تقدر تبقى ما عندكش وحدة تقدر تبقى مجمع الناس حواليك أن أنت تتقبل الآخر نفسك اللي هي بيدك مش بتطيعك في كل الأحوال أحياناً بيبقى حد عايز يعمل ضايت ومش قادر عايز يبطل السجاير ومش قادر فطبيعي أن صديقك أو اللي معاك هيكون فيه سمة أنت مش راضي عنها لأن أنت نفسها فيها سمات أنت مش راضي عنها فتقبل الآخر أهم حاجة في الغربة اللي هي وحدة الغربة أو غربة الوحدة ممكن الوحد يبقى قاد جوا بيت وفيه أسرة بس برضو حاس أنه عنده وحدة الوحدة داخل الأسرة لا هو ممكن يبقى هو نفسه قاد جوا بيت يعني عنده زوجة وأولاد وشغل وحياة مستقرة جدا بس عنده وحدة عنده وحدة مع الحياة المستقرة بتبقى فيه فجوة بقى فيه دلوقتي كمان الخرس الزوجي والطلق الصامت كل دوة عامل فجوة السيشال ميديا كمان أثرت جدا إحنا كلنا قاعدين في البيت بنعمل إيه مسكين الموبايل بقى هو الصديق أول صديق لنا لكل فئة كبيرة جدا مننا تكاد تكون جميعا يعني الموبايل التليفون السيشال ميديا السيرش كنت الأول لما بحتاج أعرف معلومة بتصل بصديقة ليا متخصصة عايزة اشتري لبس بتصل بحد اسأله متخصص في الموضوع ده عايزة وصفة أكلة كود دلوقتي جوجل سيرش اللقاء من وراء السكرين يعني حالك قصدك إنهم بيتلاقوا من وراء السكرين إيه؟ بيتلاقوا من وراء السكرين بيتلاقوا من وراء السكرين من وراء شاشة بالزبط كده بالزبط كده مش مش الفكرة بيسد الخانة دي يعني خلاص عمل لي تشبع عمل لي إن أنا مش محتاج حد معي كل حاجة بنعملها بالموبايل السيرش على أي حاجة هو الصديق الصدوق دلوقتي فالسوشيال ميديا عملت وحدة داخل الأسرة فعلا طبعا باختلاف يعني الخزلان حد حصل موقف الموقف دوت حصلت منه تراكمات قدت لطلق صومت علشان الشكل الاجتماعي أو الخرس الزوجي وفي الآخر خالص هنرجع نقول فيها نوع من نوع من أسوة القلوب يعني إحنا بنبقى مرجعيتنا للرسول صلى الله عليه وسلم وقرآن الكريم وإن كنت فضن غليظ القلب لمفضوا من حولك فاعفو فبالتالي غلازة القلب وعدم التسامح وربنا أمرنا بالعفو علشان نقدر نحتفظ بالناس حولينا لأن ربنا خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف يعني الاجتماعية دي أمر أمر من أوامر الدين المنسية فأسوة القلوب بتخلي الموضوع دوت كده يعني الوحدة تزيد عند كل الناس الخزلان فقد الثقة في اللي حواليك وبرضو لازم تعرف أن التجربة اللي أنت مرت بيها مش عامة كنت أنت فقدت شخص بسبب موقف حصل منه ما تعممش الشخص ما تعممش التجربة عامة يعني على كل الناس في ممكن وحدة تيجي لحد قبل الجواز يعني الشباب مثلا بيبقى ممكن يعني بتبقى اشتياء يعني مرحلة قبل الجواز ما هو الحياة الزوجية مقصبة لثلاث مراحل قبل الجواز وفترة الجواز وفترة الشيخوخة بقى في الكبر يعني قبل الجواز بتبقى اشتياء أنا حاسس بوحدة علشان هو بيشتغل بقى 16 ساعة وهي في بيت والدها وأحيانا بتكون الوحدة دي ايجابية وأحيانا بتكون سلبية الوحدة بتكون ايجابية في موقف زي ده لما بيكون هو بيشتغل كتير علشان يجتمع هو وهي في بيت واحد علشان الوحدة اللي حاسس بيها أو افتقادها وبتكون سلبية الوحدة لما بتضطري تتنزلي عن مبادئ معينة علشان ما تخسريش اللي حواليك بمعنى ايه بمعنى أنا ما ليه أصحاب ليه الشلة بتاعت الجامعة بتاعت النادي شايفاهم مش حابيني أنا مش منهم قوي بيتكلموا وما بكونش معاهم بيتقابلوا واتفاجئ ان هما تقابلوا ممكن ألاقي همزة أو لمزة أو توصلني كلمة وبعمل نفسي مش واغد بالي وبعمل نفسي مش عارفة علشان ما بقاش وحيدة طب تنصحي لو في مثلا طالبة أو حاجة بتمر بمرحلة زي كده في مرحلة الشباب طالبة بتمر بمرحلة الشباب بحاجة زي كده أو طالب يعني شايف ناس حواليه متجمعين هو عشان بس مضطر ان هو يتنازل عن مبادئ لي علشان يدقى معيهم عشان ما بقاش وحيدة بصي خليكي واسكة ان شبهك موجود في الدنيا كون ان انت لسه بقابلتهوش ده مش معناه ان هو مش موجود يعني طالبة زي كده وتعرضت لموقف زي كده ولقيت نفسها مش شبه دي الغربة واستحملت الغربة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية ان انت معاك ناس بس حاسس انك وحيد دي الغربة هي استحملت الغربة علشان ما تبقاش وحيدة فعليا على أرض الواقع لأ هو فيه انسحاب لطيف وفيه ناس هتقابليهم مستنيينك يعني كل حد ساب حد في حد تالت مستنيه مستني ياخد بأيديه مستني وصوله بفارغ الصد فالحياة ما بتقفش عند مرحلة ولا عند أشخاص بس أنا ملاقيتش نفسي في وسطهم هقابل وهلاقي الناس اللي أنا شكلهم واللي أنا زيهم زي بالضبط الزوجة اللي عايشة حياة زوجية يعني في كامل القهر والإهانة والعذاب علشان خاطر ما تستحملش لقب مطلقة عشان ما تبقاش وحيدة ده نوع من أنواع الوحدة الغير الغير إيجابية أو الوحدة السلبية الخوف من تجربة الحاجة جديدة يعني مفضلة أن هي تبقى عندها وحدة هي خايف من الوحدة في كتير مثلا عدوا مرحلة الشباب عدوا دخلين خمسينات مثلا عايشين طلاق صامت اللي احنا تكلمنا عليه دلوقتي خوف من الوحدة يعني احنا في ناس حفظت على الفورمة الخارجية والشكل الاجتماعي طايتل بتاعهم أن أنا متزوجة فلان والأولاد ما يتفرقوش ما يبهدلوش والطايتل فيه اللي أصعب من حالة دي اللي هما مستحملين فبالتالي الخرص الزوجي دوت يعني من سلبيات الوحدة طيب لو حد مش عنده إنكار في أنه عايش الوحدة يعني هو شايف نفسه مفسوط كده أنا عايشة سعيدة أنا حوالي ناس كتير في بعض الناس عدق بالوحدة من جواب يبقى فيه شعور بالوحدة فيه إنكار وفيه شخصيات تانية سعيدة بالوحدة أنا فرحانة بتجول لنا فيه بسحى الصبح أفتح اللابتوب بتاعي أقرأ الأخبار وأخذ النسكافيه بتاعي وانزل أروح أقعد في النادي الوحدة شوية أنا سعيدة بالحياة دي يعني مش حابة تدخل حد في حياتي وبنلاقي كتير بنات جميلات ولاد عائلات وعدوا الأربعينات وسعيدة مش حابة تدخل حد حياتها منظمة حياتها بشكل معين مش رغما عن إرادتها إن هي ما ارتبطتش أو ما تجوزتش أو وطفر لا أنا سعيدة بالمرحلة دي أنا سعيدة بالشكل ده الحياتي وكذلك في الرجال برضو نفس الموضوع أحيانا للإنسان بيبقى مش حاسس بالوحدة هو مكتفي بذاته مش حاسس ولا عنده إنكار نعم مش حاسس ولا في إنكار فيه والله إنكار هو فيه حد بيتألم داخليا ومنكر ليها دي في حالة بقى لو هو الوضع اللي هو فيه مرغم عليه لكن فيه ناس أنا أعرف ناس تجارب شخصية مختراها بإرادتها وسعيدة بيها ورفض أي حد يقتحم القلعة اللي هي عملاها لنفسها يعني أنا أعرف أولاد شباب كبار أربعينات وبصراعات مع عائلتهم علشان ما يرتبطوش بصراعات مع عائلتهم علشان ما يرتبطوش أنا حابة بشكل حياتي كده مش عايز أدخل حد حياتي ففيه بعض ممكن يكون في الحالة دي محتاج تدخل متخصص نفسي ولكن فيه فيه حد مكتفي إمتى الفكرة تتغير يعني إمتى يحسوا أنه هم لأ إحنا فعلا كنا غلطانين إمتى إيه الفكرة تتغير هو أنا بقول لحضرتك هو محتاج تدخل نفسي متخصص في الوقت ده لأن هنا فيه حاجة غلط مش هي دي الفطرة اللي ربنا فطرنا عشانها فطرة ربنا خلقنا لعبادة الله وعمارة الأرض عمارة الأرض وعمرها ما هتكون إلا بالتقالف والتعارف فإنت كده كسرت كعدة من كواعد الفطرة اللي ربنا فطر خلقه عليها فبالتالي إنت محتاج لده دخل متخصص يعرف إيه الأسباب هل خزلان حصل لك تجارب سيئة جدا حبيت تبعد عن الناس مش حبيت تكررها هل ضعف سكة بالنفس ضعف سكة بالآخر فيه خلل الماء والكل حالة ظروفها الخاصة ففي الحالة دي بيكون محتاج تدخل نفسي يعني ليها مراحل الوحدة يعني فيه مرحلة مثلا أولانية للوحدة ومرحلة تانية ومرحلة تالتة ليها تتبعات مراحل للزواج للوحدة الوحدة ليها مراحل معينة يعني فيه مرحلة بيعدوها وبعدين بيعدوا بيها المرحلة بعد كده هي أقوى مراحل الوحدة مراحل فقد عزيز وخصوصا المرحلة الأولى في مراحل فقد العزيز وطبيعي بيبقى في وقتها الإحساس إحساس طبيعي إن أنت حزين إن أنت قاسي قاسي في اللغة مش معناها معناها حزين مش معناها إن أنت غليص معناها إن أنت حزين فأحيانا بيستمر معاك الشعور ده إن أنت بتستمر حالة الفقد للعزيز دي اللي هي الوحدة إن أنت عدم تقبلك للحياة وعدم تقبلك للآخر طبيعي جدا إن أنت بتحس بالشعور ده وقته معايد ربنا قالها يعني اللي هي فترة الحداد بتاعة الثلاث شهور وبتاعة الأربعين يوم على حسب قرابة الشخص اللي أنت فقدته لما بتتعدى المرحلة دي دي تاني مرحلة للوحدة لما بتتعدى المرحلة دي وبتوصل معاك الشعور ده لسنين لشهور كتير واسنين بتعرف إن هنا برضو دي تاني مرحلة للوحدة فيه مشكلة ومحتاج تدخل المرحلة التالتة بقى دي بتبقى مرحلة صعبة جدا بيبقى حتى التدخل دوت صعب جدا ومفيش أقوى من الوحدة اللي حس بيها يونس في بطن الحوت يعني كان يعني تخيلي كده نبي في بطنه أو إنسان نبي إنسان في بطن حوت في الظلمات يعني مفيش خلاص مفيش ملجأ ندى لربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين نجاة ربنا فبالتالي مفيش يعني القانس بربنا أقوى من أي شيء في موضوع الوحدة ده إن أنت تتقانس بربنا وإن أنت تفضل دايما متعلق في ربنا التواصل الاجتماعي اللي هو الجديد شبكات التواصل الاجتماعي الجديدة ممكن تعوض شوية عن الكلام المباشر ما بيننا ما بين بعض سبب وحدة بتسبب وحدة ممكن تعوض شوية تعوض شوية يعوض والله هو سلاح زح الدين يعني من ناحية من ناحية فعلية هو بيعوض شوية كلنا لنا أصدقاء دلوقتي على الفيسبوك اللي هو العالم الافتراضي إدموا معانا بقالهم سنين حسناهم حد مننا وبنتعامل معاهم وبنشوف يوميا أحداثهم اليومية اللي نجح والممنهني وعايشين حياتنا ولكن التواصل على أرض الواقع دي فترة دي ملهاش بس التواصل الاجتماعي ده بتبقى لما زائفة يعني وقت الشدة ما بتلاقيش قدام افتراضية موقع افتراضي مش حاجة حقيقية هل أنت مثلا أو هل أي حد لما تبقى عنده مشكلة هيقدر يتصل بصديق ما يعرفوش من على الفيسبوك يقول له تعالى أنا عايزة أتكلم معاك أنا محتاجة الكامية بتاعت الجسد والبادي لانجوش وإحساس إن فيه كيان معاك حاسس بيك لا مش هيغني أبدا الفيسبوك أو التواصل للسوشيال ميديا عبدا ما تغنيش عن وجود شخص حقيقي كامية شخص حقيقي إنسان فكر ولحم ودم عارفك لا ما تغنيش طبعا السوشيال ميديا هي بتبقى تعويض وتعويض زائف ووقتي ووقتي جدا إنت أحيانا بتفتح بتلاقي الكون تتقفل حد عملك بلوك وإنت مش عارف ليه لا طبعا ده شعور افتراضي وهمي ممكن بيهرب منه البعض لضعاف الشخصية نوعا ما البعض إنهما مش دارسين الموضوع أو للتسالي أو لواتيفر هو ليه هدف معين الفيسبوك لكن مش هو مش هيغنينا عن الحياة البشرية الطبيعية اللي ربنا خلقنا عشانها طيب الوحدة دي ليها سن معين ليها سن معين موجودة في كل وقت يعني أنا بيجي لي أطفال صغيرة زعلان علشان ملهو أصحابه في الكلاس مش عايزين يصحبوه أنا مليش أصحاب أو والدة من والدتهم تتصل بي أعمل إيه محدش راضي يصحبو لدرجة إنه وصل وأمه وصلت إنه يجيب هدايا لأصحابه أو تعزمه معانه يعني تعزمه معدها أو كده عشان مجال مفتوح مدرسة إنترناشنال وبعيد ويبقى صعب جدا يحصل كده في السن الصغير ده جانب بتجيب لهم هدايا وتشوكلت ولعب وتحطها له في شنطته علشان يديها لأصحابه علشان يحس بحبهم وكذلك الأب أو الأم أو الأجداد بتوعنا اللي وصلوا الثمانينات والتسعينات منهم اللي فقد الطرف الآخر ومنهم اللي أولاده سفروا أو مشاغل الحياة أخدتهم غزبا عنهم مش نوع من العكوك ولا حاجة بس مشاغل الحياة اللي هم أكيد من سنين عملوا كده برضو برضو ده إحساس بالوحدة بشع طيب إحنا معنا دقيتين نختم بيها الفقرة وحالك قولنا كده نصحتك إيه اللي بيتابع حضرتك دلوقتي للي عندهم إحساس بالوحدة يتخلصوا منها إزاي هو أول حاجة أنصح بيها إن الأنس بتاعك يكون بربنا وبذاتك وثقتك بنفسك تكون لأبعد الحدود لأن أحيانا ضعف إيمانك بنفسك بيكون أكبر حاجة تنفر الناس منك أنت مش مؤمن بنفسك هم هيؤمن بيك إزاي تاني حاجة أن أنت تنخرط في العمل الاجتماعي الناس عبارة عن دوائر مجموعات مجموعة شلة النادي شلة الجيم شلة المدرسة شلة الشغل فأنت لازم تبقى محور حياة البشر علشان تبقى ما تحسش بالوحدة علشان تنخرط فيهم فأنت مطلوب منك لو أنت حد سمعني دلوقتي وحاسس بالوحدة ومش عارف تعمل إيه مطلوب منك تكون نافع للناس تنزل العمل الاجتماعي الجمعيات الخيرية كتير جدا تنزل شغلة لو أنت مش بتشتغل الإنعزال والوحدة الوحدة بتؤدي الأمراض جسدية ومش أبالغ لو قلت أن هي بتؤدي للوفاة وفي دراسات تتعاملت كتير ومنها دراسات تتعملت في 2010 أثبتت بشكل قاطع أن الوحدة أحيانا ممكن تأثر على الجسم لدرجة أنها تضعف المناعة أن هي تكون أكبر سبب مؤدي للأمراض المزمنة اللي منها بتسبب الوفاة وكلنا فاكرين الفنان الخلوك ربنا يرحمه هيسم أحمد زكي توفى وهو لسه شابه بدون أسباب واضحة وكلنا عرفنا أنه كان بيشكي لطبيبه ولكل الناس من الوحدة فالوحدة مش حاجة سهلة مش موضوع بسيط الوحدة دي محتاجة حلقات محتاجة متخصصين ما تسيبش نفسك للوحدة يارب يكون فدنا الناس اللي بتفرج علينا النهاردة إن شاء الله شرفتين وصله شايماء فاصل ونعود إن شاء الله شكرا